التوجه موجود يعني رأس المال هو من وين يعني أنا هسا مواطن عندي المبلغ أستقدر أروح للسوق أشتر منظومة ثقافة سوقية موجودة لا لا هي موجودة هو لعد هسا نحن منقول هذا الانتشار الموجود يعني هسا هاي السنة السنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها تشوف أكو تسارع في موضوع اقتناء الناس بالمنظومات هسا هي بناء على حاجة أكيد بناء على حاجة ليسد النقص لكن أنا هسا ثقافة استخدام أني هذه المنظومة تأثر على البيئة لو يعني تأثرها يعني ما تأثر على البيئة وتوفر لي موضوع الجزء من الكلفة أنه خط المولد ممكن أستغني عنها وإحدى من الأشياء ومحصلتين هي راح تكون محافظة للبيئة طريقة تفكير المواطن الآن محصورة فيه فقط أنه أنا أستغني عن خط المولد بشيء أرخص يعني ذا الموضوع هو فقط كلفة ماكو غيرها هذا موضوع يعني فالشيء أريد أرجع لك أستاذ نقطة مهمة يعني أنا طبعا أنا فهمت بس حتى نوضح للمشاهد أنت قلت على مستوى التشريع شنو المطلوب على مستوى التشريع أنا هذا موضوع الاستثمار يعني أنا هسا المنظومة هي ما رح تشتغل فقط في أوقات انقطاع الكهرباء الوطنية رح تسد الحاجة لا هي يعني قزتي ما مخصصة فقط لهذا وإلا كانت متحط ألواح شمسية تجيب مجرد بطاريات وهذا هي تجهزني فلتاني فأني هسا هذه المنظومة لازم تكون هي من الشروق الشمس إلى غروبة هي تعمل بوجود الكهرباء الوطنية أو عدم وجودها إذن موضوع الاستثمار في موضوع أنه الكهرباء في وجود الكهرباء الوطنية رح تشارك في تجهيز المنزل مع الكهرباء الوطنية وهذه الميزة اللي هو المواطن يمكن ما طام حدها ولا يبحث عنها يبحث أنه وقت انقطاع الكهرباء الوطنية أريد مصدري كافية لكن حقيقة هذا مستثمار كامل للمنظومة لذلك اللي يفكر هي ما معناتها المنظومة ما رح يسترجع كلفته استثمار بالبداية كبير رح يدفع موال كبيرة لكن أنا فكر إيش وقت أسترجع كلفة المنظومة لازم أفكر أنه هي جد وفرت لي حتى من تعرفة الكهرباء إذن خلال هذه الفترة اليوم اللي من الشروق إلى الغروب غروب ما أستثمره معناتها ضاع من عندي إذا كنت مشتري منظومة الإنسان اللي ما مشتري منظومة ما يهمه الشمس طلعت ماذا قد أن كلفة أستاذ السيح حاليا الكلفة المبدئية لأنه الناس تتحكي بالأمبير وهذا موضوع الأمبير صعب إنه قارنة ويهي منظومات لكن نقول المنظومات المعتدلة يعني اللي هي نعتبرها منزلية بطاقة خزنية تكفي لمدة ساعتين متواصلة يعني بحدود بين 5000 إلى 7000 دولار ترجمة نانسي قنقر